السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباء في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مرة أخرى وأتمنى أن تكون بألف خير والصحة وعافية البقدونس هو من المكونات التي تستخدم في الخلطات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة والجسم بشكل آمن ومن دون أي آثار جانبية لاحتوائه على النسبة عالية من الأملاح والمعادن والفيتامينات كذلك مضادات الأكسادة الضرورية لصحة الجسم هو أيضا يمنع من ظهور الجذور الحرة ويحتوي على زيوت طيارة مفيدة للشعر بالخصوص ماء البقدونس فهو يغطي الشعر الأبيض لاحتوائه على نسبة عالية من النحاس الذي يساعد الشعر على استعادة لونه بالإضافة إلى أنه يحفز نمو الشعر ويزيد من طوله يقوي الشعر ويقلل من تساقطه وبالتالي يعزز كتافته ويمنح الشعر النعومة ويزيل التجاعد في البشرة كما أنه يزيد من لماعان الشعر وهو منظف ممتاز للفروة ويخلصها من القشرة أما بالنسبة لطريقة تحضير هذا المغلأ فالطريقة هي جد سهلة وقبل ما نمر للطريقة أتمنى منكم أحبي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وأيضا الاشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب ولكم دائما مني جزيل الشكر أما بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة نقوم أولا بغسل أوراق البقدونس جيدا بعدها نأخذ قدر مملوء بالماء ونقوم بوضع هذا البقدونس بهذا الشكل ثم نضع الكل على نار هادئة حتى يغلي هنا دائما ينصح بعدم يعني غلي أوراق البقدونس كثيرا حتى لا تفقد خصائصها هنا عندما نريد يعني غلي هذا البقدونس نقوم بتغطيته لأن هنا البقدونس يحتوي على زيوت طيارة بعد ذلك قمنا بأخذ هذا البقدونس المغلى ثم قمنا بطحنه في متحنة كهربائية ثم قمنا بتصفيته حتى أصبح بهذا الشكل بعدها نأخذ هذا المحلول ونقوم بوضعه في بخاخ ثم نطبقه على الشعر مع مراعاة تدليق فروة الرأس جيدا ونتركه لمدة ساعة تقريبا بعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو تكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلون على شعر كتيف وجميل وصحي إذن كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن تنال إجابكم وإذا أعجبكم هذا الفيديو أحبائي لا تنسوا ودع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة ولكم مني دائما جزيل الشكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله